إن الاعتقاد بالوجود المقدس للمهدي الموعود أرواحنا فداه يحيي الأمل في القلوب دائما يؤكد الإمام الخامنئي على عنصرين بارزين في الفهم الحركي الإحيائي من القضية المهدوية وهم الأمل الأمل والعدالة الأمل والعدالة نحن في انتظارنا الحركي لا بد أن نعمم الأمل بالمستقبل الزاهر للإنسانية وليس فقط شعارا وقولا وإنما في سلوكنا وحركتنا الإصلاحية وكذلك نتحرك نحو تطبيق العدالة الاجتماعية ليقوم الناس بالقصد البعض يتساءل يقول إذا أنتم طبقتم هذه العدالة إذن الإمام يأتي ماذا يفعل؟ نحن نمهد للعدالة التي يملأ الله بها قسطا وعدلا كما ملعد ظلما وجورا نحن نقدم خطوات في ذلك